مصر تعلن عن خطة للتقشف وترشيد الانفاق العام تتضمن حظر التعيينات والترقيات في الحكومة اعرف التفاصيل معكم انا نور الصباح اهلا بكم موسيقى نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلية او الداخلة في الموازنة العامة للدولة لمدة ستة اشهر وتضمن القرار ان تسري احكام هذا القرار على جميع ابواب واستخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدى الباب السادس شراء الاصول غير المالية والاستثمارات والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وتضمن القرار حذر التعيينات والترقيات في الحكومة هذا عدى الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات للاختصاص وعدم اجراء اي تسويات او اي تعديلات وظيفية الا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ وتضمن القرار حذر الصرف في الاشتراكات والهيئات المحلية والدولية والمساهمات باشكالها كافة الا بعد موافقة وزارة المالية والجهات ذات الاختصاص في ضوء الحاجة الحتمية والملحة لذلك كما تتولى الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة جهازا اداريا وادارة محلية والهيئات الخدمية والهيئات العامة والاقتصادية تتضمن موافقة وزارة المالية بقطاع الموازنة المختص ببيان تفصيلي بالمبالغ التي سيتم تجميدها بنسبة 25% حسب ما نص عليه هذا القرار وذلك خلال 15 يوما من تاريخ صدوره وليس هذا هو اول قرار تتخذه الحكومة في هذا الشأن حيث سبق وان اصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اصدر قرارا العام الماضي بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ونص القرار على ان يعمل في شأن ترشيد الانفاق العام ان يعمل بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية العامة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد ومن المقرر ان يعمل بترشيد الانفاق العام لمدة 6 اشهر اعتبارا من يوم الثاني عشر من اكتوبر الحالي على ان تسري احكام القرار على جميع الابواب والاستخدامات الواردة في المنظومة العامة للدولة تتضمن ذلك عدل باب السادس شراء الاصول غير المالية والاستثمارات والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد في عددها الصادر تحت رقم اربعين مكرر بتاريخ الحادي عشر من اكتوبر الحالي والذي افصحت عنه الجريدة الرسمية اليوم ليعمل به اعتبارا من يوم الثاني عشر من اكتوبر الحالي ويسري قرار ترشيد الانفاق العام على كل ابواب الموازنة العامة للدولة عدل استثمارات العامة للدولة والاستخدامات المماثلة لها في موازنات الهيئات والمدرجة في الموازنة في الباب السادس تحت بند شراء الاصول غير المالية يأتي ذلك في اطار ما عرضه وزير المالية الدكتور محمد معيط على مجلس الوزراء وهو الامر الذي وافقت عليه الحكومة وحدد مدبولي قراره بشأن ترشيد الانفاق العام حتى يوم الثاني عشر من ابريل المقبل حيث يبدأ سريانه من يوم الثاني عشر من اكتوبر الجاري لمدة ستة اشهر كاملة الجهات المستثنات من قرار ترشيد الانفاق العام هي وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها المستشفيات الجامعية المستشفيات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية في الحكومة الجهات القائمة على تدبير الموارد أو المواد البترولية والغاز ومشتقاتها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها لتنفيذ وتأمين إجراءات مواجهة جائحة كورونا وزارة الدفاع والجهات التابعة لها ديوان عام وزارة الخارجية الفوائد وأقصات القروض المدرجة بموازنات الجهات لاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين مثل الطلبة المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة الإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية أغزية العاملين وغيرهم المدرجة لهم اعتمادات بالجهات الذاتي لاختصاص مع اعتبار ما أنفق عليها بموازنة العامل المالي السابق هو حد أقصى لها المقابل النقدي للعاملين في المناطق النائية وكلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن يصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام القرار موسيقى